الشيخ مشعل مالك الصباح سعيدين في تواجدك معنا في بودكاست بالصميم وتشريفك لنا اليوم حقيقة يعني سنبحر في مجموعة من التساؤلات التي هي من صميم أثاثا المواطن اللي أنت ترشحت في الانتخابات 24 لأجله شيخ سمح لي في البداية صراحة أول تساؤل ربما في ذهن كل المواطنين اليوم بعد أنا علمنا عن ترشيحكم الأسباب الحقيقية التي دفعتك للترشيح شيخ في الانتخابات أهلا حياكم الله ونتشرف في قبول هذه الدعوة عندكم وأسأل الله توفيق لنا ولكم للكويت ولمجتمع الكويتي أينما تكون مصلحة هذا الوطن وهذا الشعب العظيم يكون مشعل وحيا على الكثاح السبب الحقيقي لترشح لعضوية مجلس الأمة وغيرتي على هذا الوطن الذي وقع ضحية تآمر وجهل بعض المسؤولين البعيدين كل البعد عنه وعن مصالح أهلا وهم المجتمع بشكل كامل وليس عضوية مجلس الأمة لأن الجميع يعلم أن عضوية مجلس الأمة قادرة على تحقيق الإصلاح في شكل متكامل طالما الأسباب الحقيقية غير موجودة والضمانات الفعلية منعدمة لذلك أرد توجيه هذه الرسالة بأن التمسك والالتزام بقيم هذا الشعب الأبي وعاداته ومطالبه واحتياجاته يجب أن تكون أولى الأولويات لأنني أؤمن إيمان كامل بأن الحكومة غير قادرة على تحقيق الإصلاح في شكل مؤت كامل وأيضا الأمر ينطبق على البرلمان الكويتي في ظل هذا الفساد المتراكم حوله والذي كتف أياديه لذلك أورد توجيه هذه الرسالة التي كانت نابعة من داخلي في خدمة مجتمعي والحفاظ على قيمها الأصيلة التي تقوم على العدل والمساواة وقومة الحق وعدم التهاون والتضامن والتكافل التي تنطلق من روح المواطن الكويتي وتصب في صالح هذا الوطن طيب شيخ يعني معنى كلامك أن اليوم الحكومة غير قادرة على إصدار قرارات تمثل هذا الشعب والبرلمان لم يقدم القوانين التي تمثله تمثل هذا الشعب يعني نعم وبعلى صوت وإذا قلت غير هذا الكلام فأنا أطعن هذا الوطن وأجهز عليه بلا رحمة وأقول لكل من يعتقد أن هذه الحكومة إصلاحية أو يؤمن في بعض تصريحات بعض المسؤولين الفارغة والمعسولة على الصفحات الجرائد اليومية شوف الوضع بلدك وشوف وضعك الخاص هل أنت مرتاح من وضع هذا البلد؟ هل أنت مرتاح من وضعك الخاص؟ المؤمن لا يلدق من الجحر مرتين لذلك ينبغي تحويل مطالب الناس وغاياتهم إلى قوانين وتطبيقها على أرض الواقع ويتعايش مع الناس ودون ذلك لا عزاء لحد وأنا أرى على أرض الواقع أن جميع مطالبات الناس واحتياجاتهم متوارية تماماً عن المشهد العام لأن الحكومة بدعم من بطانة سلطة البلاد العليا تحاول ترويج صورة مكذوبة للمجتمع عبر أجهزتها وأدواتها وجيشها الإلكتروني والذباب الإلكتروني بمعنى آخر بأنها قادرة على الإصلاح وقادرة على تنفيذ مطالب الناس وقادرة على تحويل الكويت إلى دولة متقدمة جداً بينما الحقيقة عكس ذلك والذي جعلني أتأكد من هذا غريد بس تغريدة وحدة انتقادية على أي مسؤول وستجد الجيش الإلكتروني والذباب الإلكتروني ينال منك من سمعتك حتى يحاولون أنك رهابي والحقيقة عكس ذلك لذلك يجب المحافظة على قيم هذا الشعب وعلى عاداته وعلى المطالبة في الحقوق والواجبات والحريات لأنها ضمان استمرار الكويت وضمان استمرار المجتمع الكويتي داخل هذه الدولة طيب شيخ تبارك الرحمن يعني اليوم ناشط سواء في السوشيال ميديا أو في حتى التواصل الاجتماعي أو حتى التواصل بالدواوين ومع الشباب ما كان ممكنك توصل هذه الرسائل من خلال هذا التواصل لماذا أصريت على الترشح حتى توصل هذه الرسائل بكل أمانة يوم شفت أوضاع مجتمعي متدهورة وحالة البلد من سيئ إلى أسوأ يوم شفت آلاف الخريجين اللي ينتظرون اللي على أمل لأنهم يأخذون وظيفة ولا يلقونها يوم شفت المواطن اللي حاول أن يسفر والدته للعلاج بالخارج ولا يقدر يوديها إلا في واسطة يوم شفت المديون اللي حاول أن يسدد الدين عليه ولا يقدر في الظروف الصعبة يوم شفت المواطن اللي قبل نهاية الشهر ما ينتهي راتبة هذه تعتبر جرائم كبرى والضحية فيها هو المواطن وليس الحكومة هذا كله دفعني دفعا إلى قول كلمة الحق سواء كان ترشحت داخل البرلمان أو في دوانية أو في برنامج أو في كل مكان فالأساس هو قول كلمة الحق وإيصال صوت المواطن نعم طيب إذا من هذا خلني أروح إلى الانتخابات بشكل عام يعني كيف تراها بمحمد؟ رأيتك للانتخابات بشكل عام تبي الصج أو العام الواقعية نعم أكيد يعني إذا نريد من الحقيقة نعم الشيخ مشعل يوم إحنا كاسبينك في الحضور نبي ناخذ منك هذه الأشياء الحقيقية الحقيقة أن العملية الانتخابية لدينا هي عبارة عن تراجع في الخطوة إلى الوراء لأن العملية الانتخابية في هذا البلد تحتاج إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع وتغييرات جذرية وشفافية الحقيقية ما هو في إيصال شخص إلى قبة عبدالله السالم ولكن في أن يمثل البرلمان المواطن ويراقب أداء الحكومة ويوجهها في الطريق الصحيح ولكن بين قوسين أن يطبق البرلمان القوانين التي تهم هذا البلد وتهم هذا المواطن ولكنني أرى أن البرلمان في ظل الكم الهائل من الفساد ضعيف جدا وأكبر دليل خلنا ننظر إلى حياة البرلمانية في دولة الكويت دائما الحكومة هي أقوى من البرلمان وهذه نقطة طيب إذن أنا سمحني أولاً لن في كلمة قلتها ما رح طوفها شيء قلت أن اليوم العملية الانتخابية تجعلنا إلى خطوة الوراء أحتاج تفسير لهذه الكلمة حسها يعني دائماً ما عرفنا أن الديمقراطية هي خطوة الأمام اليوم تفسيرك خطوة الوراء فاشرح لياها اليوم أبو محمد يوم يكون عندنا برلمان ويكون تكون عندنا حكومة كان من المفترض أن يتعاونون لمصلحة هذا البلد وتقدمه ورخاءه ولكن على أرض الواقع نجد أن البرلمان والحكومة في صراع دائم وهذا يعتبر تراجع خطوة إلى الوراء وأكبر دليل على ذلك هو كلمة حضرة صاحب السموة من البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في قاعة قبة عبدالله السالم يوم قال الحكومة والبرلمان اتفقا على الإضرار في مصالح البلاد والعباد وهذه الكلمة ما تحتاج إلى إذن خط من الديوان الأميري لأنها أمام الملأ وليس في جلسة خاصة فالمشهد العام عبارة عن توتر سياسي متزايد وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة تحاول دائماً أن تحكم وتفرض رأيها على الجميع وتشرعت كما تريد هي والبرلمان من ناحية أخرى يحاول أن يراقب الحكومة يواجهها إذا كان يمثل الناس وليس يمثل عليهم وكلمة تراجع إلى الوراء أقصد فيها أيضاً أن العملية الانتخابية أو الانتخابة بشكل عام منقوصة وأنت قلت أن البرلمان منفترض أن يكون متقدم ومزدهر وهذا ولكن إذا نظرنا إلى البرلمان الكويتي نقطة أولى كان من مفترض مع تزايد عدد سكان دولة الكويت أن يتم زيادة عدد المقاعد أعظام جسل أمه من خمسين إلى أكثر مقارنتهم بالشعب الكويتي هذه نقطة النقطة الأخرى البرلمان الكويتي إذا حاول أن يقوم في واجبه ويراقب الحكومة ويوجهه للصالح العام في كل سهولة يتم حله في كتاب عدم تعاون دون دراسة هل هي على حق أم لا والنقطة الثالثة اقترحت فيه ما مضى اقترح وأنا داخل البرلمان الكويتي عبر كلمة مصورة للناس قلت أن كان المفترض أن يكون لناخب الحق في عزل النائب قبل انتهام جسل الأمة له مدة أربع سنوات وذلك وفق استفتاء شعبي على هذا المقعد في تلك الدائرة وفق لجان متخصصة ودراسات معدة لذلك وإن تم تطبيق هذا الأمر سوف يكون الكويتي هو سباق في جميع البرلمانات العالمية فهناك الكثير من نواقص في الحياة البرلمانية تحتاج إلى تعديل تحتاج إلى تكمل تحتاج إلى أن نشير إليها حتى تكون الكويت في حكومتها وبرلمانها رقم واحد بإذن الله أيضا الدستور أيضا دعا إلى هذا الأمر مزيد من الحريات ومزيد من التقدم لهذه الحياة الديمقراطية طيب دعنا نعود للحدث الأهم اليوم شيخ قرار شطبك في هذه الانتخابات وقع القرار عليك كيف ترى هذا القرار إذا ما كنت بسمي القرار غير دستوري رح أسميه قمعا سياسيا في امتياز وهذا ذكرته في المؤتمر الصحفي وقلت فيه أن لا يتفق مع صحيح القانون أو المبادل العامة للدستور حيث أن اللجنة أصدرت قرارها بناء على أمر الحكومة على قانون رقم قانون 2006 في تحديد دوار الانتخابية لعملية انتخابات العظام مجلس الأمة ومرسوم رقم 6 لسنة 2024 لدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة ومرسوم رقم 29 لسنة 2024 لدعوة الناخبية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وبناء على ذلك أصدرت قرارها في شطبي ولكن هنا سؤال لكل مصلح لكل صاحب مبدأ لكل فرد من أفراد المجتمع الكويتي هل يحق الحكومة شطبي من عملية انتخابية لـ 2024 بناء على هالقانون المرسومين العقل والمنطق يقول لا لأن ليس لهم علاقة في استبعاد أي شخص أو شطب أي شخص أو الغاء وجود كيان أي شخص وعلاوة على هذا أنني متوافق مع قانون لانتخاب حيث أن السجل الجنائي مكتوب فيه لا يوجد حكما عليه وهذا ما يجعلني أرد وأقول ثاني مرة على أن قرار الشطب يعتبر قمعا سياسيا بامتياز ليس فقط عليه ولكن الأفراد المجتمع الكويتي وعلى الأسرة الحاكمة وأنا أردت أبين ذلك للمجتمع الكويتي مع علمي قبل دخولي أنه سوف يتمشط به ولكن أردت التأكيد على أن هذه الحكومة لا تختلف عن أي حكومة مرت على تاريخ هذه الدولة وظلمت المجتمع والأفراد طيب اليوم أنت شيخ لست الوحيد يعني بمحمد من يشطب كثير من الأعضاء يشطبون ويذهبون للمحكمة أو للقضاء أنت اليوم لماذا لم تذهب إلى القضاء حتى تأخذ هذا الحق أو تشوف هذا الأمر في قضائيا يعني مثل ما قلت لك أنه عندي أدلة دامرة وأشياء قانونية ممكن لو تقدمت فيها للقضاء لا عادل السباغ البرلماني ولكن أردت التأكيد على أن هذه الحكومة لا تختلف عن أي حكومة وعدم ذهاب إلى القضاء على الرغم من إيماني الكامل بأن لو ذهبت فقط في الكتاب الموجه لي بقرار شضر لا عادني القضاء الكويت الشامخ إلى السباغ البرلماني ولكن أردت أن تكون هذه السبا في جبي تاريخ هذه الحكومة بعدم ذهاب وتسجيل موقف أكثر يعني من ذلك نعم وكما ذكرت في إدارة الانتخابات أثناء الكلمة أن هدفي ما هو البرلمان ولكن هدفي إصار صوت المواطن وأنا أحد أفراد المجتمع اليوم يعني بكل صراحة بمحمد هل انتمائك لهذه الأسرة الحاكمة هو عائق من ترشيحك بكل صراحة هذا السؤال الملغوم أن الانتماء لأي أسرة ما هو جريمة يعاقب عليها القانون الأفراد وانتماء الأفراد الأسرة الحاكمة ما هو عاق للترشح أو الانتخاب وأكبر الدليل على ذلك أنه تم استبعادي ليس لكوني من أحد أفراد الأسرة حاكمة ولكن بناء على القانون والمرسومين ليس لهم علاقة في استبعاد أو شط أي إنسان ولو أرادوا استبعاد لكوني أحد أفراد الأسرة لا ذكروا ذلك لأننا دولة قانون ومؤسسات والدستور إن كانوا يأمنون في ذلك ولا ذكن علينا أن ننظر إلى الأشخاص في انتماءاتهم وعوائلهم أو إسرهم علينا أن ننظر إلى الأشخاص في برامجهم ورؤاهم وهدافهم ومبادئهم إذا وصلنا إلى هذه النقطة سيصل الوطن إلى طريقة تقدم وينعكس ذلك على المجتمع في شيء كالك يعني اليوم تعتقد محمد أن ميزان العدالة بالنسبة للبلد في خلل لكن اسمح لي أعود أيضا لموضوع الترشيح ما زلت فيه لو يعني لو تم واستمريت في هذه العملية ووصلت كنائب هل تستطيع حل هذه الغضايا اللي من أهمها العدالة المجتمعية اللي أنت الآن تتضل فيها والغضايا اللي أنت تعلم أن المواطن يعاني منها سأكون مشعل داخل البرلمان أو خارج مشعل داخل البرلمان أو خارج أحتاج شرح إلى هذه العبارة يعني اليوم نعرف الشيخ مشعل لكن أعتقد الكثير يعني يحب يعرف يعني ماذا ستقدم شيخ مشعل لو وصلت إلى البرلمان لو وصلت إلى البرلمان سأجعل المواطن أولى أولوياتي ولا أن أتخلى عنها وسوف أعمل على مكافحة الفساد والعمل على قرار العدل العدل هو أساس الملك وفي الكويت يوجد عدل في برامج وتوجهات الحكومة الكويتية نعم يعني هذه المطالب يجتمع معك فيها أكيد يعني أبو محمد طيب بطلع شوي من موضوع الترشيح إلى موضوع التواصل الاجتماعي اللي أنت ما شاء الله ناشط فيه لك تغريدة ذكرت فيها يعني وربما شدتنا وفريق الإعداد إلى موضوع تشكيل كيان سياسي أو كان فيه فكرة تتكلمنا عنها باستهابة يعني نفهم هذه الفكرة بالضبط إن شاء الله الكيان الذي تحدثت عنه موجود على مستوى الشعبي بين مختلف أطياف وفئات وطبقات المجتمع الكويتي بين المطالبة في حياة أفضل ومكافحة الفساد والعمل على قرار العدل والحرية والمسواة ولكن هذا الكيان سوف يعمل على ضم مختلف أطياف وفئات وكيانات المجتمع الكويتي في توجه واحد لأن العمل المنفرد لا يؤدي إلى نتيجة والعمل الجماعي يؤدي إلى نتيجة هذا ما سوف أسعي أي عمل جماعي سيكون نتائجة أكبر الأهداف الأفكار الطموح التي تسعى لها من خلال هذا التجمع وهذه هذه المجموعة التي تفكر أيضا بتشكيلها أو تدعو لها نتكلم عن هيئة نقاط نقطة الأولى هو تحقيق التكامل والتعاون بين الدولة والمجتمع في فتح صفحة جديدة وتفهم الآخر وعودة باقي المهجرين والنقطة الثانية هو التعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة والمجتمع في أدوات وآليات جديدة تمنح الشعب الكويتي صلاحيات أكبر والنقطة الثالثة هو في إنشاء تشريعات تدعم العدالة الاجتماعية والمسوى أمام القانون التي هي سر تمسك المجتمع ويجب أن تتمسك فيها الدولة أيضا مما يؤدي إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وعلى رأسها إسقاط القرود والنقطة أيضا إنشاء لجنة وطنية ليصال صوت أصحاب المظالم إلى صاحب السمو وأمير البلاد المفدح حفظ الله ورعاه دون حاجب أو رقيب أو مانع ونقطة أيضا الاستثمار في الإنسان الكويتي وعادة اكتشافه لجعله عنصر مهم في عملية تقدم والرقي وكذلك تمكين الشباب والقيادات المتوسطة والصغيرة مما يؤدي إلى النشاط الحيوية في أي مجال فنحن بحاجة إلى التركيز على نقاط مهمة ونثمنا نطلق من خلالها وهذا سوف يكون دور هذه الدولة طيب هذه الطموح أو هذه القضايا أعتقد كلنا كشواب الكويتي اليوم يعني مؤمنين أنها يتحتاج لكن أبي القضايا الرئيسية يعني بمحمد اللي تعتقد أنها تحتاج تغيير في البلاد أهم القضايا قبل أي شيء وقبل وبعد أي شيء هو القضايا الفساد لأن الفساد يعتبر الآفة التي تهلك الحرث والنسل وتقضي على هذا البلد وتشتت طموحات وأحلامها له فلا تغيير الأفضل دون اقتلاع الفساد من جذوره لحتى يتهيئ لنا البناء من جديد وكذلك على تحقيق عملية اقتصادية حقيقية وفي هذه المناسبة كلمة الاقتصاد اصبحت كلمة مكروهة على الإلسان أكثر مسؤولين بأن لديهم اقتصاد حقيقي وأن لديهم تنويع مصادر الدخل ولكن على أرض الواقع نجد أن مصدر الدخل الوحيد هو النفط وهذا أمر كارثي على مستوى البعيد لأن النفط لن يتجدد وهذا ما أعرف عنه وكذلك إنشاء جهاز رقابي محاسبي من خلال أفضل الطرق والآليات والأدوات المحاسبة كل مخطئ ودعم كل مصلح ومعاقبة كل فاسد هذه النقاط وهذه الاستراتيجيات الحقيقية ستعالج الكثير من القضايا الرئيسية التي تشغل المواطن وتهمها أمر هذا وهي السبب في تراجع البلاد حقيقة يعني محمد طيب لو تكون هذا الكيان الذي تطمح له كيف سترى من خلال مستقبل البلاد حاليا أعكف مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمختصين حول إنشاء رؤية عامة حقيقية وهذه الرؤية سوف نعمل على إنشاءها سوف نتعرف على ماذا يريدون الناس وكيف يمكن نعمل على تقدم دولة وازدهارها ومن ثم نعرضها على مجتمع الكويتي إن قبلها كانبها لم يقبلها سوف نعيد صيغاتها وعرضها مرة أخرى ولكن أنا عندي إيمان كامل دعم بأن إذا كان الأمر أو كان التوجه لوجه الله سبحانه وتعالى سوف يرضي الناس سوف يحقق مطالبهم وكلمة غاية الناس إرضاء الناس غاية لا تدرك هذا أمر ليس موجود في قاموسي أو في الرؤية التي سوف أعمل على قرارها لأن إرضاء الناس غاية وتدرك في الحدل ولا شيء غير العدل طبعا طيب من خلال ما قلت يعني لكن أيضا أنا أعلم أن القريب محمد من الناس يعني مع الناس دائما وقريب حتى من الشباب بتواصلك طيب ما هي أهم القضايا اللي عاني منها اليوم المواطن الكويتي تري يوم قريب ونتري يوم مواطن الكويتي أيضا يعني تعاني كما نعاني أكيد فما هي أهم القضايا التي يواجهها المواطن اليوم من أبرز القضايا التي يواجهها المواطن الكويتي قبل حديث عنها يجب أن نعلم أن التحديات والأزمات تزداد يوما بعد يوم والمشكلة اللي ممكن نحلها اليوم ولا حلناها ممكن ما نقدر نحلها باشر قاعد تتفاقم قاعد تتفاقم والأمور لا يوجد أي مشكلة اليوم من الممكن أن تكون أزمة كبرة في المستقبل لذلك أرى أن على أرض الواقع الحكومة والبرلمان قادرين على الإصلاح المتكامل من خلال عدم تعاونهم مع بعض وأكبر دليل على ذلك مشكلة الأجور للمواطنين ضموحات المواطن أكبر كثير من مستوى الدخل وهذا ما يحول معظم المواطنين من ميسورين الحال إلى مساكين في غمضة العين والمشكلة ما هو متعلقة في المواطن ولكن في الحكومة وحالة الفساد الضخمة والتراجع في الاقتصاد الكلي الموجودة على أرض الواقع وبدل أن تعمل حكومة على حلها تجعل المواطن يدفع هذه الفاتورة على حساب نفسه ووضاع المعيشية والمشكلة الأخرى هي في قضية إسكانية أيضا بسبب تراجع الاقتصاد الكلي أصبح أغلب المواطنين عاجزين عن أن يمتلكون المنازل اللي عنده بيت اليوم الممكن يتحول منها إلى شقة يملك شقة ممكن يسكن في بيته هلة والضحية في ذلك المواطن وليس الحكومة وهذا غيرها من الأزمات الاقتصادية التعليمية الصحية والبنى التحتية تراجع عام تراجع عام والخلل عند ذلك يدل على حل خلل اقتصاديا سياسيا يجب أن تساءل عنها الحكومة وليس المواطن طيب إذن تقريبا أقلب القضايا اللي اليوم نعانيها نحن قضايا معيشية كيف يعني كيف لو لو كان أن أنت اليوم في البرلمان كيف ستستطيع تحسين مستوى المعيشة عند المواطن أو أهم الأفكار أو الطموح أو الرؤى في تحسين مستوى المعيشة المواطن الكويتي أولا أن يكون الوطن ملك لأهله ويتمتع الجميع في ثرواته فالمشكلة فما هي في موارد الدولة والمشكلة ما هي في الشعب الكويتي لأن الشعب الكويتي يوجد فيه الكثير من الطاقات والكوادر الحقيقية والعقول المثقفة التي تستطيع أنه في أي دولة وليس في مجتمع واحد ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في بعض المسؤولين الفاسدين الذين لا يسعون إلى خير هذا البلد وأهله لذلك يجب أن يكون هناك اصلاحات اقتصادية وسياسية وأن تعمل حكومة على إقرارها على أرض الواقع ومتابعتها وحمايتها لتحسين وضاع المعيشية للمواطن الكويتي ولكن يجب أيضا من عملية تصحيح المساط في استبعاد الفاسد وقضاء على الفساد ومعالجة الأخطاء الموجودة منذ ذلك لن نستطيع أن نفعل أي شيء طيب يعني هي ليست زر نرعصها نقدر تغيير الأمور معناة الأمر محتاج إلى تخطيط طيب كيف ممكن أن نحن اليوم نخطط بصورة أفضل وكيف نستطيع أو كيف يكون عندنا تخطيط مناسب للنهوض في البلد شيخ بصورة عامة أو ما هي التخطيطات والتشريعات التي تعتقد أنها تحتاج تغيير أيضا حتى نستطيع النهوض في البلد اليوم حط الشخص المناسب في المكان المناسب وتنجح الدولة حط الشخص اللي يحب هذا البلد يحقق قاماله وطموحات أهله كل اختصار طيب الشخص المناسب في المكان المناسب هل هذه كافية لتحقيق التغيير في البلد أو لو أنت كنت اليوم الشخص المسؤول هل فقط هذا الأمر أو هناك بعض الأمور الأخرى اللي أكيد رح تدعم فيها يعني بو محمد للتغيير لو كنت شخص مسؤول عن هذه البلد لو جعلت الشخص المناسب وعيد وكر في المكان المناسب لأن اللي يحب الخير للناس ويحب الخير لنفسه رح ينعكس هذا على أمر الدولة واللي يحب الخير لنفسه دون الناس ودون بلده سينعكس هذا الأمر أيضا على أرض الواقع وبالنهاية المواطن هو من سيعاني من هذه الاختيارات طيب الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف الجميلة اللي وضعتها أمامنا اليوم بو محمد للنهوض في البلد كيف تكون هناك خطوات يعني لو تستطيع أن ترشد أصحاب القرار أو المسؤولين اليوم كيف ستوجه هذه هذه الأرشادات سوف أتجه معك في طريقة أخرى حاليا حتى أرشد المسؤولين يجب أن يكون لدينا رؤية وهدف وغاية كمواطنين حتى يسمع هالمسؤولين يعملون عن قرار على أرض الوقع وحاليا أعمل وفق الطرق القانونية والاتجاهات الشعبية على إنشاء توجه عام حقيقي يعمل لصالح هذا الوطن والمواطن من خلال آتي أولا الدعوة على إنشاء توجه ودعوة الناس عليه ثانيا أن يكون هذا التوجه قام العدل والحرية والمسواة ثالثا أن يقتنع فيه الناس وعندما يقتنع الناس في هذا التوجه يسعون إلى التكامل فيما بينهم سيقتنع المسؤولين في مطالب الناس لأن الناس جماعة وليس فرد نعم أنا أبو محمد صراحة يعني سعيد في هذه المحاور اليوم تناقشنا فيها وإن كانت العجالة لكن أنا أريد حقيقة منك اليوم أمام المشاهد وعد أن يكون لنا لقاء ثاني بعد الانتخابات بعد مرور هذه الانتخابات يعني نكون فيها أكثر وضوحا في بعض القضايا ونأخذ فيها راحتنا أكثر في السوالب في جميع الجوالب فأنا أبي منك وعد اليوم بمحمد صراحة إن شاء الله ونتشرف فيك وتشرفنا في تلبية هذه الدعوة والقضايا المواطن والوطن هي بالنسبة لي أولى الأولويات ولو ضحيت بالكثير مشعل ولا شيء من دون أهله ومن دون وطنه القضايا وجميع قضايا هذا الوطن هي بالنسبة لي قضيتها الرئيسية ولن أتخلى عنها حتى لو تخليت عن نفسي وحياك الله الله يحفظك أنا في ختام دائما في الصميم أطلب من ضيفي توجيه ثلاث رسائل فراح أطلب منك اليوم تسمح لي ومحمد توجيه ثلاث رسائل الرسالة الأولى للمواطنين الرسالة الثانية للمجلس القادم والرسالة الثالثة للحكومة فأتمنى منك ثلاث رسائل أولاً أخيره للمواطنين أحسنوا الاختيار للبرلمان كونوا على ثقة الناس للحكومة أتمنى أن نتراجع حسابات للصالح العام بس الله يحفظك العافية وأنا سعيد صراحة أبو محمد في هذا اللقاء وبانتظار إن شاء الله لقاء ثاني ناخذ فيه أكثر إن شاء الله مساحة وتوسيع تسلم حياة شكراً شكراً الله يحفظك شكراً